وده تحديداً واحد من الأسباب اللي بتخليني دايماً أميل لاستمرار صلاح مع ليفر بول صحيح أصبح الأمر مهدد بشكل كبير جداً بعدم نجاح المفاوضات برشلونة داخل على الخط بشكل قوي جداً ممكن تكون وراء الضغط لكن أنا بشوف أنه صلاح عمل قصة نجاح صعب قوي أي لعب مصري يكررها في بطولة بحجم وبقوة الدورة الإنجليزية أنت بتتكلم عن أنه صلاح النهاردة بعد خمس مواسم تقريباً قضاهم مع ليفر بول بقى مع الهدفين أو في قائمة الهدفين التاريخيين لبطولة الدورة الإنجليزية نتكلم على أسماء كبيرة جداً بقيمة ألان شيرر، أندي كول، فرانك لامبرد، دوين روني وبالتالي فرصته كبيرة جداً كمان أنه إذا استمر بنفس المعدل نتكلم عن سيزن ده عشرين هدف والأفريج بتاعه في السيزن ما بيقلش عن عشرين هدف يعني قدامه موسمين أو ثلاثة تانيين ممكن يحط نفسه في حتة تانية خالص والخوف بقى من المخاطرة ده جزء تاني هي كفتين الحقيقة وخلينا نسمع رأيكم يعني أنتوا تفضلوا أكتر أنه صلاح يكمل مع ليفر ويواصل تحطيم أرقام قياسية ويبقى بجد أسطورة من أساطير الكرة في إنجلترا وبنتكلم على طبعاً ليفر بور واحد من أهم الأندية على مستوى العالم ولا مع تحقيق حلم بأن احنا لأول مهار نشوف لعب مصري بيلعب في البارسة والبارسة الحقيقة اسم حتى ولو تراجع مستوى حتى لو كان بيعاني من كبوة يظل فريق من أهم الفرق على مستوى العالم وإيمان واقتناعة شعبي المدير الفني محمد صلاح يقولك للدرجة اللي شبهه أو قال فيها أنه صلاح هو الامتداد الطبيعي والامتداد المنطقي لليو ميس في البارسة يقولك أنه برضو بنحلم نشوف لعب مصري يكون مش بس لعب في البارسة يكون نجم فريق برشلونة دي حتة تانية خالص بس بين الاتنين في حاجات كتير جداً تخوف أسماء كتير كانت مكسرة دانيا أبرزهم أنتوان جريزمان مثلاً مهاجم فرنسا أتلاتكو مدريد لما كان مكسرة دانيا في الأتلاتكو وراح البرسة ما شفناهوش محسناش به كوتينيو فليبي كوتينيو مثلاً نجم البرازيل ونجم كان نجم أشهر من نر على العالم في إنجلترا ونجم النجوم في فريق ليفر بول نفس الحكاية نفس القصة عثمان ديمبليه نجم النجوم في بروسيا دورتموند وراح البرسة انطفى النجم فهو الخوف بس من الحتة دي أنه صلاح يرجع يبتدي من نقطة صفر وبالتالي ما يكونش فيه نفس النجاح نفس المردود لكن في النهاية حلم برضو حلم مشروع ليه أنه يحقق إنجازات مع فريق بحجم البرسة وعلى كل أحوال أعتقد أنه الأيام اللي جاية القريبة جداً هتحسم الأمور بشكل واضح خلينا روح